احمد مرعي على خط قصة يعني ممكن ان يبقى في كاميرا ثابتة كده تجيب انفعلته بحاول اقللها ليه بس بشوفني بشوفني كاركتر لا دي حلوة جدا لان يعني انا بدأت اكبر في السن شوية فلما الجن بيخلص زي ما قلتلك ده سبب من الاسباب ان انا بحب اقعد ان انا من قطر الردود الافعال اللي على طول عالية بحس ان انا زي ما كنت بلعب مع العيبة بحتاج ان انا فطبعا انا شايف ان انا لازم اقلل شوية من ردود الافعال اللي حضرتك بتقوليها لها ساعات بتطلع كتير عالكاميرا يعني وبحاول لكن برضو مش بالنسبة يعني مش بالنحاولة بتنجح بتنجح يعني نقول ايه اربعين في دقيقة اول عشر دقايق اه اول عشر دقايق كان البارح كابتن مؤمن مبارح وكابتن عيسم كامير كانوا موجودين معنا فبسألهم لا ما شوفتش الحلقة للأسف لا نبعتها لحضرتك وانا كنا بنتكلم على حضرتك فبقول لهم لا الكابتن يعني كنت بشولهاك تقرير بعد البوست بلقب البطولة فباين جدا حماسك وانت بتتكلم ظاهر بالنسبة لي وانا قاعدة بتفرج فبقول لهم الكابتن متحمس فبقول لنا اه ده متحمس جدا وبعدين ساعات ممكن ما مرهق فنقول له يعني ايه متنفعلش مفيش عشر دقايق نلاقيه واقف جنبنا في الملح ايوة ده صحيح بلس بتنزل الملح هم بعض الناس اللي على البنش يخلوا له الكابتن عمر اللي هو المساعد يشديني كده ان انا نقعد شوية ظاهر وضع علي بيبقى ان انا يعني اه فبقاعد فعلا شوية بعدين بقاون بقاون لا وحتى في التدريبات اتا حاجة بتكون بتشاء اه بلو الزبط كده في التدريب اكتر اه بلان في التدريب كمان اه انت عايز اتضيفي حاجة وانت صاحبة الملعب بقى انت بيتوقف فيه وبتاع انا مقدرش اوقف جيد يعني الحكم مش هيسمح لي اه لكن احنا في التدريب لا اوقف بقى انت بتعمليه هنا وانت بتعمليه تعالي بقى اه تعالي فطبعا في التدريب بتبقى التنشن اعلى على فكرة اه بس طبعا مفيش خوف من هزيمة ومكسب لكن في تفاعل يعني انت بتتفاعل على طول مع اللعبة هنا واللعبة هنا والمساعدين خلي بقى لك انت عمل الحتة الفلانية لازم على طول الاداء جوه التدريب بيبقى زي زي حالة مفعالي وانا بتكلم كده مم بتبقاش عاملة كده بتبقاش يقول له اهلا ازايك لا مفيش في اهلا ازايك بسرعة اضحك اه هو ده يعني هو ده الاطار اللي لازم يكون شخصية عدرتك الشغل يكون عامل كده جوه الملعب انه هو في المباراة بتبقى كده اه ما ينفعش نيجي ساعة التدريب بقى نبقى لو طاف ايوة صح شكرا